فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضائفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله اتقوا الله وقوله أحسنوا وقوله وآمنوا بالله ورسوله وقوله واعبدوا الله ربي وربكم وقوله فعليه توكلوا فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به كذلك كل هذا يدور على المعنى الذي سبق ويزيد في هذا الكلام الأخير أن الله جل وعلا إذا أمر بأمر كالأمر بالتقوى والأمر بالإحسان والأمر بالإيمان فإن المأمور به يكون مطلوبا للآمر فالله جل وعلا إذا قال آمنوا بالله ورسوله فهذا يدل على أن الإيمان مطلوب لله سبحانه وتعالى أحسنوا أن الإحسان مطلوب اتقوا الله أن التقوى مطلوبة مطلوبة ترجمة نانسي قنقر